أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نريد نقيس مقاومة جسم الإنسان نشوف مقاومة جسم الإنسان إشقاد وهل القياس القطع الإلكترونية بوضع أطراف إيدك على الأوفوميتر أو الملتيميتر عندما نضع أطراف نتأثر بالقياس تأثر نحن نخلي عليه قيمة نشوف مقاومة جسم الإنسان إذا تلاحظون أخواني خلق كبر الصورة شوي نحن نخلي على 200 كيلو مثل ما جاي تلاحظون وماكو مقاومة بين أطراف إيدي لقياس مقاومة جسم الإنسان بين أطرافي أطراف إيدي نخلي على 200 كيلو أماكو قراءة نخلي على 20 كيلو أماكو قراءة نخلي على 200 ميجا نشوف قراءة تقريبا من 6 إلى 7 من 6 إلى 700 يعني الواحد ميجا مليون أوم يعني مقاومة إيدي المقاومة بين أطراف إيدي هي خلينا نقول 6 مليون 6 مليون أوم المقاومة بين أطراف إيدي الـ 2 إلى 6 مليون أوم هس نرجع على المقاومة مثلاً هاي مقاومة عندنا أصفر بنفسجي جوزي ذهبي أصفر أربعة بنفسجي سبعة جوزي واحد يعني 470 أوم هس حقيسها مع أطراف مقاومة جسمي وزيادة تضطي 464 أوم 464 تعرفون بها نسبة خطأ هي بالألوان 470 تقرأ بس بالأوفو على قياس الأوم لزيادة تضطي 464 هس حقيسها بدون وضع إيدي 464 شوفوا أيضاً تضطي 464 ماكو فرق لأن أحد الأخوة البارحسي عني قال أستاذ جاي تقيس المقاومة خطأ لأن جاي تطبق إيدك مقاومة جسمك ويقق قراءة المقاومة فالقراءة ما تطلع صحيحة فأنا قلت له ما كويس حد شي قلت له مقاومة جسم الإنسان عالية جدة ما تأثر على قراءة على القراءة إذا خليت إيدك مثل ما تشوفون هسا 400 و 64 مقاومة قراءة المقاومة لحشي الإيدي تقولون تأثر إيدي قراءة تجربة عملية ما جاي تقرأ 464 إذن ماذا تأثر قراءة وضع أصبعي أو أطراف إيدي على القطعة الإلكترونية أسلحة خلي إيدي ناتي على القطعة الإلكترونية مثل ماذا تشوفون هم 464 ما ما أثرت فلا أحد يقول أستاذ قراءة قراءتك خطأ وإيدك جاي تقيس مقاومة ومدري شنو ما تأثر فسنا مقاومة جسمي طلعت 7 7 ملايين أو 6 ملايين أو فما تأثر كلش عالية شوفوا هسا نعيد القراءة مرة ثانية هاي بدون مقاومة جسمي شوفوه 444 هسا هخلي مقاومة جسمي هاي لزمته أيضا 464 فهي تجربة عملية للذين يتكلمون بدون علم الأخي لا تتكلم بدون علم هاي تجربة عملية قدامك وجاي وضع أيدي وجاي تقرأ نفس القراءة 464 ومنها نجا شيء ED ده أضع أوفوميتر شاي ED أيضا 464 فأخواني التجارب العملية مفيدة جدا لكشف الحقائق يعني الإنسان من يتكلم لازم يتكلم عن علم أو عن تجربة فأحد الأخوة بالتعليقات قال استاذ قرأتك غلط أنت جاي تخلي مقاومة جسمك مع المقاومة وجاي تقرأ ما جاي تقرأ بس مقاومة المقاومة جاي تقرأ مقاومة جسمك فهذا الرد أخواني على الأخ العزيز اللي يقول قرأتك غلط فجربنا قدامكم بالعمل وشفت أن القراءة إذا كانت بدون مقاومة إيدي وبعد وضع مقاومة إيدي نفس القراءة إذن ما تأثر لأن مقاومة إيدي ستة مليون أوم ستة ميجا أوم ستة مليون أوم فهاي تجربة عملية لا تنسي لا تنسي لا تنسي واشتراك بالقناة تفعيز الرجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته